منتخب مصر وصل إلى الكويت عشان يستعد لمباراة المنتخب البلجيكي هقول لكم دلوقتي كواليس اليوم الأول في معسكر منتخبنا الوطني في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيك هتعالوا نشوف وصل محمد النني وإحمد حجازي وطارئ حامد وإحمد حسن كوكا لمعسكر المنتخب في الكويت على أن يصل الاثنين محمد صلاح ومصطفى محمد وسيكون هناك استقبال خاص لمحمد صلاح من السفير المصري أسامة شلتوت في مطار الكويت الدولي اقترب علي جابري من المشاركة أساسيا أمام بلجيكا في قلب الدفاع بجوار أحمد حجازي في الزل غياب محمود حمدي الوينش ومحمد عبد المنعم للإصابة حيث يميل فيتوريا للدفع بجابري بدلا من محمود علاء وأسامة جلال تم تكسيف الحراسة في فندق إقامة المنتخب وتخصيص باب خلف الدخول وخروج اللاعبين منع للاحتكاك مع الجماهير أو نزلاء الفندق للحفاظ على تركيز الفريق وأيضا تجنبا للاختلاط وإصابة أي لعب لقدر الله بفيروس كورونا كما قام فيتوريا بمنع تواجد أي شخص من المرافقين للبعثة في ملعب مران الفريق يحدشد عشرات الجماهير من مصر وسوريا والكويت في محيط فندق إقامة المنتخب الوطني بالكويت في محاولة منهم للتقاط صور تسكرية مع لعبي الفرعنة والجهاز الفني وحاولت الجماهير التواجد قرب الفندق لرصد اللاعبين أثناء دخولهم وخروجهم لأداء التدريبات لاجن فيتوريا كان قد تخذ احتياطاته ومنع أي شخص من الوصول إلى مقر إقامة الفريق طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر تغيير ملعب نادي الكويت الذي خاض عليه الفريق مران واستبداله بملعب آخر بداية من مران الأسنين وحتى موعد المباراة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر